موجي السوا أثبت الممثل ومقدم البرامج ويسام حنى أنه صاحب موهب استثنائي بتقديم البرامج خصوصي اللي بتعتمد على الاحتكاك المباشر مع الناس ومن سنة لسنة صار من ثوابة شهر رمضان لأنه بيتفرد بشخصية ما بتشبه إلا صاحبة ويسام مش بس عم بقدم جويز ولا عم يعمل برامج ألعاب ومسابقات عادية هو بيعرف يتعامل مع كل حالة بحالته بيقدر يميز بين المتصلين والمتواجدين بتلاقيه بسرعة بديهيته بيقدر يفك الكيس ويفتح الخزن للناس اللي بيلاحظ أنه فعليا بحاجة للمساعدات خصوصا المادية منها بدون ما يحرج المتصل أو المشارك وبالأخص إذا كان من السرك العسكري جاي يشقي وأمن داخلي أو درك ويسام أنت الأقوى والأجمل والأرقى والأجمل من الداخل قبل الخارج الله من عنده يعطيك من وزناته بعد أكتر لأنك بتستاهل تحية لألك ولك الفريق برنامج أكرم من مين على ال LBCI بسيطر عالم الخير والشر على عدد من الأعمال الرمضانية المختلفة اللي عم نشوفها برمضان العشرين أربع وعشرين والأخص الشر والأكشن هو اللي مسيطر على أغلب هالأعمال من مسلسل أو اتنين أو تلاتي كوميديا فقط والكل بيروحوا بيروحوا على نفس الموجة وكأنها موضة كانت هيك دير جي كانت الأجواء بالسنوات الماضية أو السنوات القبل محصورة يمكن أما بالجنس أو بالمخدرات وكأنها صارت موضة موضة هلأ والكل عم يمشوا عليها أو تريند وبيخافوا المنتجين يزيهوا عنه على كل حال تحية لكل منتج غامر بهذه الظروف وقدم أعمال تلفزيونية برمضان وتحية لكل ممثل عربي وبالأخص لكل ممثل لبناني مشارك بالأعمال العربية المشتركة وعقبال ما نشوف عجلة الدراما اللبنانية رجعت للدوران بوقتي كتير قريب ضيفنا بستوديوم ممثل تلفزيوني ومسرحي وإذاعي وأفلام وبالسينما إلو صولات وهجولات بيتميز بقوة الحضور والصوت الهادر قدم العديد من الأدوار وبرز كصاحب موهب متميزي وبجعب طول كتير من الأعمال الناشحة بالسينما مثل الممر الأخير المتوحشون ناجل علي عودة البطل المشهد الأخير تاكسي البلد وشربل بالتلفزيون عنده كتير عدوا ورحقوني إذا بدكن رح أذكر منه كواليس المدينة سمرة تشيلو لو يسمينة عندما يبكي التراب ورود ممزقة بقع الأمل هربو جيل أفورة وغيرون كتار وكتار وكتار بالمسرح حاولون لأمتين وحاليا عم نتابعوا بالمسلسل الرمضاني المشترك نقطة انتهى بصر نرحب بالممثل الأدير الأستاذ خالد السيد ونقطة انتهى أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وصباح المشاهدين والمستمعين شكرا على الإطراق الحلو هذا قليل من اللي حكيته بجاعتك الأعمال إذا بدأ نعدى أستاذ غالد ببنا كتير وقت بعد إذا بتطلع هيكي إذا بتطلع هيكي لورا ولليوم كيف بتشوف مسيرتك أنا بتشوفها تصعودية أنت كيف بتشوفها يعني طبعا الزمن تغير طبعا تغير الشغل معه تغير العمل معه تغير الوضع الفني معه تغير وضع الانتاج معه يعني هلأ صار بتقدم انتشار أكتر من الأول بس إنه نحا تقدم انتشار جيد ما يبيله شو ثلبيا صار شي انتشار جيد يعني شو بدي يكون ما يبيله يعني بدي يكون ما يبيله إنه شغل شغل يعني بتشوفه إيجابي على كل الأوجه يعني إنه مش كتير إيجابي بس لأنه أحسن من بلاشي خالد السيد يحسنها برمضان نقطة انتها المعلم عزام نعم بالطبيعة أموال جمعية داف الموتى مخدرات يمكن مجرم باعتاج الاسلاح شو هالعاملوا بهالعالم يعني هيدا هالمرة هالمرة يعني جمعوا كل فيه كل الشر اللي عاملوا بحياتي بيهردوا كل مسلسلات بالأفلام جمعوا بتبوت واحد عفاك عم تصنع طويفين كمان يعني جمعوا ريابة الجمعية الخيرية اللي عاملها هي جمعية خيرية يعني إنه بتساعد الناس بتساعد الناس عدفنهم بتساعد الناس عقاتلهم لا إنه حطيت الزلمة تحت الطراب هو عايش لأنه ما شمع الكلمة هذا المشهد الأول لقلك أول مشهد لقلك يمكن بالمسالسل ما عيد إيه قلت له إنه أول تخيله شماعة طوله حتى للناس يخد فكرة مع حدا يغلط معي شو اللي بيجذب المنتجين لقلك لهيك أدوار استيس خالد شخصيتك بنتك الجسماني سبالله طوله عرض هيبتك وهرتك صوتك الجهوري شو اللي بيجذبهم اللي يخدوك على هالأدوار يعني يمكن شخصيتي اللي بعطيها على الشاشة هي اللي بتخليهم يعني ركب عليها الدور خلص ركب عليها الدور هي بتخليهم وأذائلة الشخصية الحمد لله يعني إنه بيساعدني إنه هذا الدور خلص إنه ما بيلعبوا غير خالد السيد مع إنه أنا طموحي إنه ألعب دراما إنسانية أو كوميدية بس إنه بما إنه هيدا الدور خليني يقول راكبني ما عندي مشكلة بتقدموا بكل مسلسل طريقة مختلفة أي طبعا مختلفة طبعا يمكن هاي بدا قدرة استثنائية أستاذ خالد إنه عم تقدم دور الشر بس كل مرة بطريقة شكلة أي كل مرة بشخص شخص وشخصية مختلفين صحيح صحيح الحمد لله ويعني وهيدا بيخليني كمان إنه أخد فكرة أنا أخد فكرة إنه رغم إنه الدور الشر ركبني بس بنوع بشخصيته ما بيعطيه نفس الشخصية اللي بيعطيها باللي قبله بتركب الكاركتير طريقة الحكي طريقة اللبس بتقسم مع الشخصية وين عايش هو أنت بتركب كل الشخصية اللي بكتطل فيها بالعمل طبعا ما هي هاي الشخصية بتكون مركبة لتفوت فيها وتعرفش قصتها أنت بتتركبها يعني أنت بدك تعرف أولا لآخرها لتعرف كيف بدك تفوت كيف بدك تظهر إنه ما هاي شخصيات سهلي إنه شخصيات صعبة يعني تقدي هالدور هيدا من الصعوبة إنك تقدر تجيده والحمد لله الله عم بوفقني وقديه المسلسل نقطة انتهى بيصور صيدة للحياة مصاب بباركنسون يمكن بيقتل بالغلط خي مرته عم بيحكي هول الحرقات القطعة مش نايك عم قوله نحن بيقتل خي مرته بالغلط وبتتويلى الأحداث من هون وبصير في الحبكة الدرامية في عبد فهد في ندب وفرحات في عد الكرم ياريت الأطريب وفق طربايل من حيية جورش شهوب وفي كتار وحضرتك طبعا على رأسه هالتوليفة وهالأسامة المهمين بالعمل قديش سمحت لهالعمل اللي عم ياخد إعجاب وعم بيكون فيه إلو حصة كبيرة من المشاهدة وأنا شخصيا عم بالمسها من التعليقات على السوشيل ميديا يعني الحمد لله يعني فيه يعني العمل كله فيه ناس مخضرمي اجتمعت كلها سوى فتصير تاخد من بعضها يعني أنه مثلا مشاهدي أنا وجورش شهوب جورش شهوب كبيرين عمر أنا وياه فبنصير ناخد من بعضنا يعني إحساسه وإحساسي شغلة مهمة هاي الدائم مهمة استاذ خالد الممثل يكون الدائم وموثل محترف البعض بعض عم يستعينوا بناس مش محترفين يمكن جداد وموهبين أو بس كمان فيه بالمعامل جداد مش موهبين الدائم أهمية أنه المنتج يكون زكي ويجيب ناس محترفة ناس تعرف اللعبة المحترف مهم يكون موجود وأحيانا الجداد يعني الخرجين فيه ناس فيه شباب منهم عم بيحسوا ويعطوك أحيانا بيسألوك أنه هون شو بتحب نكون بعدين هايدي بترجع للمخرج يعني أنا رغم هاك ببعد بناقش المخرج بقول له شو الموقف هيدا شو وهمت شو بتكياني أعمل يعني مش صعي بركب الشخصية بعدك بتسمع الكلمة؟ طبعاً بأنه ما بتعطي وهرتك عسات؟ باش أداية مهمة إدارة الممثل وهل نحن نفتقدها لإدارة الممثل؟ هل في حدا شيء اسمه إدارة الممثل عم بيكون على الأرض خلال التصوير أستاذ خالد؟ هلأ كان فيه شفت أنا بالهايبة كان فيه بس هلأ لا يعني هلأ المخرج هو اللي بي يعني هو بالنهاية هو المخرج يعني هو ربان السفيني يلي مفروض يعطي الملاحظات ويعطي الشخصية شو هي وين بدأ توصل فهو المفروض يكون يعطي يعني إدارة الممثل كيف بدي يتحرك بدي يحكي هادي كمان شغلة المخرج الأساسي نية بالمية بدا نحيل شركة الإنتاج أخوان الصباح أخوان المخرج محمد عبد العزيز والمؤلف فادي حسين أستاذ خالد قرينا بعد الملاحظات اللي بتقول أنه نقطة انتهى وكأنه استكمال لمسلسل النار بالنار أو الجزء التاني تحديدا لأنه عبد فهد كان بهذاك العمل أنهى أنه هو بدروح يعمل صيدلي وبدو يترك الزرارات اللي كان يعملها بالشارع كمّل المشوار بهالمسلسل أنه فتح عمر صيدلي بس بعيد يعني كل البعض عن النار بالنار لا 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 مش زق تاني لا أو ما بيشبهو بس بالصدفة في بعض الممثلين هون وهون بس مرة مشكلة بيحكي 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 المشهد اللبناني برؤية سورية كأنه هذا العمل كيف كأنه هالعمل بيجسد المشهد اللبناني ولكن برؤية سورية مش برؤية لبنانية صحيح الاتهام كمان اللي طال هيدا المسلسل أنه هلأ برؤية الكاتب والمنتج مش برؤية الهلواصل برؤية الكاتب والمنتج أوكي صح فهلن اللي بيشوفوا ومدينجستو المشهد اللبناني والمشهد السوري على كل حال ما بيختلفوا عن بعضهم اتنين وخصوصا هلأ الكل اللي بتعيش مع الكل وكل حي فيه لبنانيين والخوليين وفيه مزوجين صاروا فيه اختلاط أكتر من السابق وكل هيدا التفاصيل طبعا طبعا يعني أنا عملت مسلسل جزئين باللهجة السورية شامية مية بالمية عفوا أيها الجنرال لا المنصة 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 مية بالمية يعني حكيت شامي يعني ما أنا مشكلة وأول جزء كان بطولتي تصور سلوم حداد ومكسيم خليل وسامر عبيد طلع أنه أول جزء كان تقريبا بطولتي على سيرة التاسي ما يقولها الجنرال كأنك تنصلت منه بأحدى التصريح اللي أنت صرحته لا مشتنصلت لأنه أنا ما أريد النص ككل يعني أنا يعني أي عمل فيه سياسي أو بطال حدا سياسي أو بطال تنظيم سياسي ما بيشتغلو ما بفوت فيه أبدا لأنه يعني عايشين نحنا كأنه فخ للممثل يعني غير فخ للممثل نحنا عايشين بتنظيمات سياسية كبيرة يعني ما بتعرف مين ضد مين فلما أنا مشتنصلت أنا قلت له ما أريد النص دوري ما إلو علاقة بالحوارات اللي صارت بعدين أو المشايد اللي صارت بعدين أنا مهمتي واحدة كانت أنا لبناني عندي مليشية لبنانية مهمتي كذا 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 لا ما اطرقت لأي عمل تاني مشتنصلت بس إنه ما كان اللي دخل بي لحد توتي أو بالتوجه اللي قرر المنتج يخد المسلسل عليه وهينا هلأ عم نوضح الفكرة إلى أنه أنت قدام دورك بمعزل عن وين قرروا أصحاب العمل يخدوه هيدا هو بس هيدا هو بساطة كمان النقطة انتهى كمان أنا هيكي بكواليس الشغل قريت إلى أنه بديكون فيه إلو نهاية هيكي مش متوقع على القليلة بصاحتة وعيه؟ أنا عدي إلهام استاذ غالد هيك بستحبس نهاية المسلسل نهاية المسلسل والله صراحة أنا أقول لك نهاية المسلسل ما معي يعني أنا بيخد نص دوري بس بيخد فكرة عن العمل ككل بس ما بيخد كل يعني ما بيعتولي كل النصوص بس بيخد فكرة عن العمل ككل بس ما عندي فكرة عني هي ما عندك فكرة ما بدكش تقولها لا صحيح ما عندي فكرة لا داي مهم الممثل استاذ خارج بناء على الحدث اللي صار معك إنه كنا بالأول كنتوا تاخدوا النص كامل صح؟ العمل كامل هلأ بيعتولك أو أول حالتين ثلاثة أو مشاهد أو دورك مشاهد عفوا أعلى الألم أو المشاهد مشاهد بس ضد ضاعي الفكرة طبعا بدك يعني أنا أنا بفضل أخد النص نعم أو السينيابسس عن العمل لتاخد فكرة عامة عن دخول المسلسل وخروج إنه وين ما نصير إيه حتى إنه ما لك أنتع بآخر المسلسل بس مهم تعرف إنه المسلسل وين بيصير بالآخر نعم الفنان اللبناني عم يعني عم نشوفه أوقات مثل ما قلت بأعمال عربية وبأعمال خارجية وبأعمال مشتركة بس بلبنان وين هو الممثل اللبناني أستاذ خالد بلبنان والله بدك تسأل اللي عم يعملوا إنتاج للبنان يعني عندك مثلا إليه معلوف بيعمل مسلسل لبناني صرف يعني مش مشترك بس ما بيقدر يكمل لأنه هاي يعني المسلسلات إذا ما باعت لا محطات خارجية ما فيه يكمل المنتج اللبناني يعني شركة الصباح أو شركة إيجل علاقتهم كبيرة برا يعني عم بيسوقوا مش كل الناس علاقتها كبيرة ومشكورين على المساحة اللي عم يعتوها للممثل اللبناني طبعا ولو منطلب كمان بالأملية منطلب منكم أنا شخصيا على مسؤوليتي بطلب شوية زدوها حصة الممثل اللبناني يعني مشكورين على اللي عم تعملوك اي اي طبعا شكرا انه كانت الخيرهم بس يعني يفسحوا مجال لللبناني أكتر لا يبين وقال لها يعني أنا بالنسبة لعلي هلا ما عم شوف النجم اللبناني عم يطلع عن مسلسل بطولي ليه لأنه السوق بده هاي يمكن عودوا السوق هاي يمكن طب إذا قلبنا المعادلة لأستاذ خالد يعني إذا عطينا ممثل لبناني مقابلو يا أخي ممثلة عربية خليج هربوها على القليلة ما فيك تجرب بدك تبيع التجربة مو كلفة التجربة مو كلفة ما فيك تجرب بدك تبيع بدك سوق فالسوق للشباب الموجودين هون عرفت وين يعني سوق اللي بديك للصبايا اي لا توجد له سوق على يوافق الجميع كمان طبعا لتوجد له سوق بدك ألفك يعني بدي يفرض عليك كمان السوق بدي يفرض عليك انه كمان يكون شي مشترك طب بظل هاو دي الحكي كلهم دراوة لبنانية إلى أين إلا اليوتيوب في لا للأدين نحضر أدين بس يعني الزكرة للأسف للأسف نرجع نعيد يعني هلا برجع تليزيون لبنان برجع تليزيون لبنان هم نقف بعد بعد ما بديه لك لانه عم تحضر تليزيون لبنان أنا بديك اليوم رأيت لي حلقة بعتولي يا سلام وين أيام تليزيون لبنان برجع الله يتصور فيه أدخب الأعمال طبعا طبعا لكان فيه تصوير خارجي ولكان فيه بيوت ولكان فيه ولا شي على الهواء بس كنت كل كل مشهد تحسوا انه ببيت مختلف انه بمحله كاش مختلفة ايه طبعا على الهواء وكان تليزيون لبنان التلت الخياط كان فيه مسرح يعني كان جمهور يحضرك أول ما بلش ايه لأنه أنا اشتغلت مع أبو سليم على الهواء بتحن استاذ خالد لهذه كده طبعا بين الماضي والحاضر شو اللي فرق بين الماضي والحاضر اللي فرق انه أول شي كان فيه حب أكتر وصدق أكتر وكنت انه تحس حالك انك انه يعني رغم البساطة الانتاج بس تحس حالك عم تشتغل بفرح هلأ بتشتغل بفرح بس مش هداك الفرح اللي كانت تشتغله بالأول طيب خليني كافي عن دراما نقص الخطر يعني دق باب الممثل اللبناني الانتاجات اللبنانية لم تعد تكفي إذا ما وجدت الممثل اللبناني اللي قاعد اللي صلو فيه أشخاص عم تشتغل الله يزيد لهم شغل بس فيه أشخاص كمان قاعدة ببيوتها هل دق نقص الخطر سعلي على باب الدراما اللبناني أي والحال الحال عند المتجين في النقابات أنا كانوا عند النقابين جورج شالهوب ونعمي بدوي الأسات زي ما حفظ الألقاب تانيتهم قالوا لي أنوا عم يشتغلوا لهيدا لحال حالة هذه الأزمة ما بيطلع بييدهم ليه ما بيطلع لأيه بييدهم لأنه من درعا يعني شركات الانتاج قوة من النقابات طبعا يعني ما فيه نقابي أو نقيب يفرض على شركة انتاج عاملة مسلسل بشراكة من برة أن يفرض عليها حدا على الشركة فمشكورين عم يسعوا ويرجدوا الشباب بس لا تتنفذ بده وقت بده وقت بده وقت بده وجود أكتر ويعني هلا ما فيه يقول تضحي يعني نحنا عم نضحي كتير كتير لأجرة الممثل لبناني بالأرض ما نصر إذا قالنا أقل بكتير من أجرة الممثل السوري أو المصري مية مية يعني نحنا بالأجرة يعني إجرتنا بالأرض بس إنه بتقول كح الأحلى من العمى وأحسن ما تقعد ببيتك وهي مهنتك بتاخد روح فيها لأنه يعني أنك تقعد بلا شغل يعني حتى لو اشتغلت حلقة أو اثنين بتحس حالك رجعت روحك لأهلمانة هاي اللي أنت حبيتها وبلشت فيها هاي مهمة لهيك يمكن الانتاجات التركية المعربة هي المتنفذ صارت للممثل اللبناني أو العربي بس أنا عمركز على اللبناني ايه تقريبا لأنه الحمد لله أنه قال المسلسلات التركية المعربة عم يشتغلوا تقريبا كمية كبيرة من الشباب اللبناني فكمية عمكيه دوع التصوير وقعدي طويلة برة وبالمقابل بدل مادة محترم طبعا طبعا بدل مادة محترم ويعني معزز مكرم قيمتك موجود ليه هولي ما مشوفهم هون استاذ خالد ليش الممثل اللبناني بروح وكتار قالولي إياها هالكرسي قعدوا قابلك قالولي ما روح ننطر أو بالسيارة أو على الكرسي أو على الحجر بالمحل ما عم نصور ليش هالعز ما بشوف الممثل اللبناني ببلده هلأ مش يعني مش كتير انه غلا بنقعد منطر على الحجر ما فيه كارفانات بالعكس شركات الانتاج مش للكل صحيح مش للكل مش للكل استاذ خالد للأسف يعني عم نضحك على الواجع صحيح بدأ تنظيم بس ما فيك تنظيم يعني بتعتبر انه نقابات ما رح تقدر توصل لحال لانه المنتجة اقوى منه هلأ النقابات لو بدأ توصل للمحل على القليلة تاخد ضريبتها من هالفنان اللي عم يجي لحتى تغزي صندوق التعاضض الموحد حتى الممثل ما يصير يدفع مجابته ليعمل تأمين هلأ عم بيقولوا صاروا عم يعملوها الفنان اللي عم يجي يغني بلبنان عم يدفع صار ضريبة مش عاجبتك او مقنعتك الخبرية طبعا ما انا عدني طبعا ما انا عدني انا عبنقل لك شو قالولي ايه لانه بعده بعده صندوق العضض الموحد اللي ما في فلوس لحتى اللي انه والله يشيل انه هالفنانين الليبنانيين اللي هنه منه نكتار يقدر يطببه ونحسابه لو فيه صندوق مصاري كنا ما مندفع لشركات التأمين لتأمين صحتك يعني كاستاذ فريد ابو سعيد واستاذ دعمي بداوي التانيتون اكدوا لانه مش هذا الامر استاذ فريد قال لانه حفلة عمرو دياب اخدوا علىها الضريبة المفروض ياخدوا بها ايه بس ما هالكم منهم كيفين لا مش هالكبين مش هالضريبة المفروض يدفعها يعني من الجمل ادنوا بالاذن منهم يعني يعني ايش بدأ طيب خليني ارجع لقلك نجحين بس بالنهاية كتر خيرون كتر خيرون يعني عن جد عن يسعوا ويرقدوا مشكولين الشباب نجحات خالد السيد بهالاعمال اللي عديتها اذا بعد بد يعد كتار انا صحبتهم كلهم تدل مذكرهم لانه نكتار اعمالك اسم الله بدون ما قلته بعدهم كيف عم يستثمر المنتج اللبناني او العربي عم يستثمر رجحاتك اللي انت مقدمها هلا حسب مش ما كل الوقت مش كل الوقت لأ حسب يعني احيانا بتلاقي حداً عم يلعب دور او شخصية اللي بيشتغل او بعملها انا يمكن بيجيبولا انه ارخص مني ما انه انا ما بيخد هالمبلغ يعني انه على القليل يسألوك يعني اي فا قد اهمية الكاستنج اللي صرنا يمكن عم نفقدها هالأيام يعني الشخص المناسب للدورة المناسب اي خي اعملوا كاستنج مش مرح انا بحس حالي انه يحار يخي يجيبوني يشغلوني بباليش بياخدوا لهالدور اشتغلوا بباليش ممكن تعمل شي بباليش بظل هالظروف اللي احنا فيها اخيي اذا اضطر الامر ليش لا صحيح انه اغلب اغلب الممثلين اللبنانيين عم يقبلوا بما يعرض عليهم بهدف انه يشتغلوا ما يقعدوا بباليش يعني الاكترية الاكترية ارجع لشخصية عزام بديش اسملك بدنك لا بالعكس انا بالعكس اخر هم يسمي البدن لانه بيزق يعني الموضوع مزعج استاذ خالد انه انتوا اللي عملتوا الدراما المحلية انتوا اللي كنتوا توصلوا للاردن والدول العربية بالمسلسلات الابد الاسود بالمسلسلات النحوي بمسلسلات الدرجة اعمل فيلمين اغدين جائزي يعني فيلم الماني اسمه المزور اذا شفته لفوسيار لاخد جائزي لشلندروف وفيلم الله يرحمه جوسلين صعب كمان انتاج فرنسي بلجيكي كمان اخد جائزي يعني انه عملي الافلام اخدي جوائز محليا اخد جوائز طبعا او تكريمات تكريمات بس يعني انه شافت هيدا التنزي او كرسيت المعلم عزام شو راح يصير فيه يعني كميش بعدنا نشوف كمية الشر بالحلقات اللي جاية نحن بعدنا تقريبا وصلنا على نصر رمضان يعني الحلقة 11-12 صرنا يعني بعد فيه شي كم حلقة نهاية وخيمة الحمد الله حمد الله على كل حالي بدي اقوله انا حضرتك فخر لكل عمل الله يطول عمرك حبيبي لا لا مش ناطر رأي وش هيدة هيدا رأي هيدا انت هيدا شغلك وهيدا انت وهيدا نتاجك شهيدة بفتخر فيها سيد اندري حضرتك الى جين يعني في كل هيدا الاشغال والاعمال نقطة انتهى روح عليك مسلسل معرب بتركيا كان كان بس انه كنت عم بشتغل بهذا يعني فرقت هي اسبوع بس ما اندمت على الدور لا هذا نصيب يعني انا ما بنتمع شي ما عملته انه كان معروض علي إلي نصيب اشتغلته ما إلي نصيب ما عندي مشكل يعني مسلسل امرأة اللي براح يتخلش ايه يعني تتكر بلش تصويره يمكن ما عندي فكرة بس انه خلص ما عندي نصيب فيه ما عندي مشكلية يعني ما بعد تعتبر انه مش نصيبك ما بعد ببكي على الأطلال نعم استاذ خالد الى جانب هود كلهم انت عضو فعال وانا عشد وبارز بلجنة مهرجان الزمن الجميل واسم الله عليك هذا شرف لإلي هيك لولا باللجنة لا حبيبي انت لولا انا بطأس عشان انا اليوم عم بحكي عنك انت لولا بالمعارضة الدورة السابعة عم تتحدر عم ينشغلة لأسماء صار جهزي خبرنا اي الحمد لله عن تحضيرات الدورة السابعة لا الحمد لله مع دكتور هراتش وكل باقي اعضاء اللجنة عم تقريبا صار جهزي وعم مالي بنعمل اتصالات نأكد الاتصالات الأخيرة اي نأكد بالنسبة للمكرمين اذا اوكي وكل شي ضابط معهم نحطيلي نكون موجود بهالتكريم والحمد لله الكل عم يجاوب ويتجاوب وما عندهم مشكله وعندهم فرح انه والله في مين عم بيكرمنا بتعرف انه الدكتور هراتش بيدور على المنسي نعم فكيف بحس حاله هالفنان المنسي انه حدا رجع احيا وقال له تفضل وجهة خاصة مش جهة رسمية طبعا نعم جهة خاصة مجهة رسمية جهة لا تبغي بربح المادة ما ابدا يعني الدكتور هراتش متل ما بتعرف انه كل شي ما جايبته مية بالمية الصالي السفر الاقامات حتى تنقلات المكرمين باللبنان احسابه في اسماء يعني الله يعطي العمر في اسماء لح تعمل خضة لازم طبعا ما رح اقول لك تقول لي اسماء لا انا مش راحت انا ما بعرفه ما بعرف حدا يعني طبعا ما بنعر نسينا لا 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 انا بيعطينا النمر التليفون بقول لي احكي انا بحكي يعطيك العافي وبالتوفيق الديم بعد نقطة انتهى يمكن صعبة او بعد ذكير نحكي عن عمل جديد ما حد هلا ما في شي واضح ما في شي واضح بس يصير شي ده غري بدي اقلك كيف عم يمرق شهر رمضان عليك كيف عم حمدي الحمد لله اقول انا شهر رمضان بحبه اول شي بعمل يعني انا سيستامي اول شي هو بيجمع العيلي نعم يعني العيلي ما بتشوفها بهالكترة الا بشهر رمضان اسم الله عليك انت وزوجتك والشباب بداركم مجموعين على كل احوال الحمد لله الحمد لله وجلساتكم واللي ما بيعرفوا عن جو العيلي عند استاذ خالد من احلى الاجواء يعني بيعملوا لحالهم عارسوا حفلة وصهرة وطنة ورنة وهاي يصبح لحالهم ودخلية 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 استاذ خالد هايك بادي بادي اسأل شافلي واحدة بالاول قلت انا انه اليوم انه رمضان هايدي لالالفين وعبع وعشرين التوجه الاكتر للأكشن للعنف ليش ليش عم بيكون هالتوجه هايك يعني السنت القابله كان مخدرات او جنس والقابله كذلك ليه هالسنة رايح كأنه ترند أكشن وعنف وهيك يعني هايدي بدك تسأل صراحة عن شركات الانتاج لانه يعني هني بنفسه العمل للشريك او للشركة او للجني الطارد انه لازم يصير هالها بدك تسألن لانو بيها الشهر يعني انا مثلا بشهر رمضان لانو ليش كاسي الويسكي ليش في مشروب او شامبان هايك انا ما بقدر جاءوا باك بدك تسأل لشركات الانتاج يعني هل ترى هيدا مطلوب هيدا المفروض يتسوق يعني اذا هيدا هيدا شغلهم بالنهاية يعني ما فيك تقلهم والله وقفوا لانو نا هو عم يستثمر مصرياته عم يستثمر مصرياته بس عم ببيع هالعمل بمشاهده ابناني فيه يعني ايه طبعا المحطات او المنصات اللي عم تستغلوا طبعا طبعا يعني شو عم تتابع شو عم تتابع في رمضان عم تصلك تتابع شي هلأ بصراحة أنا خلست التصوير مؤخرا ما شاهده عم تتابع مصري نعمة الأبوكاتو وطبعا مسلسلنا وأمل وأولاد بديعة أنا عم بحضر وكما يعطيك العرفين احنا منحب نشوفك دايما عالساسي حبيبي ومنور الأعمال الدرامية المحلية والعربية المشتركة لأنك موهوب بدون شهادة أي حدا موهوب بالخلقة بالفترة السيد أندريا ممنونك على السدافي الجميلة على صوت لبنان لأنه هذه الزيعة عزيزة على قلبنا والمين عليها يعني نصري فترة زمنية ما جيد بس صوت لبنان إلنا مية بالمية فما دخلك إذا بطيق ما مخص عجانب أنا عجانب رفعت العشرة عجانب بتشكرك على الاستضافة وبتشكر الإدارة وبتشكر اللي همشتغلو ولا الميكريفون ولا المكساج صبحية حلوة وإن شاء الله تكون عجبة المشاهد والمستمع وإن شاء الله كل عام وإنتوا بخير وبنلتأ قريبا بعمل جديد بس ما في توبيت ما في توبيت ما عبيلك تعمل شي كوميديا أو دراما اجتماعية عبيلك هلا أنا على المسرح كوميديا بعرف ياريت بس هلا بدك مين يكتب يعني مثل ما قالت أنت عم يتص فيك المسلات كذا الكبار إنه بره بيعملوا مسلسل لاري كبار لاري كبار مية بالمية نحنا ما فيه المسل تركي يمكن اسمه ننسيت شو اسمه عمين عرض على الان تيفي البطولة الرجل اسمي ملك اي اي بمرحلة عمرية شوي مش صابية وشاب مهم يعني متذكر بالماضي عمل فيليب عقيقي الله يرحموا لممثدي صديقتنا كمان عن عملهم دراما وفاق طلبائي وفاق اي الله يطول عمره وفاق طول بعمره وقال الله يرحم فيليب عقين عملهم اي يمكن كان سلسلة كان يعملها كان يعملها كان يشكل عنيس فخورة عمله عملهم اي مصبوط مصبوط كان يعمل سلسلات اي 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 خي بس وين اني هالأيام ما فيه انشاء الله على عمل انه يتحسن كل هالأمور الدرامية وضرورة انعاشا الله يعطيكم العافي والعمر انتو سندنا شكرا لك على حضورك معنا ولهون منوصل لختام الحكي فن عبر هوا صوت لبنان مني انا عدري داغر وكل فريق العمل اطيب لومنيات حتى نلتقي دالو بخير عالموجي السوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة